السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة تحذف حساب الفيسبوك نهائيا فلا تنسوا ندعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب عشان تحذفون حساب الفيسبوك نهائيا كل يتحتاجون تسوونه تدخلون على الحساب بعد كده من هنا تضغطون على الثلاثة شرطات اللي فوق على اليسار تنزلون شوي تحت رح تحصلون خيار الاعدادات والخصوصية تضغطون عليه وبعد كده تضغطون خيار الاعدادات فمن هنا يا شباب تضغطون على هذا الخيار اللي هو الاطلاع على المزيد في مركز الحسابات رح يوديكم على هذا المكان إذا ما ظهر معاكم هذا الخيار تروحون على البحث تكتبون التفاصيل الشخصية وبعد كده تضغطون على أول خيار يظهر معاكم فرح يوديكم على هذا المكان من هنا تروحون على خيار التفاصيل الشخصية وبعد كده تضغطون على هذا الخيار اللي هو ملكية الحساب والتحكم فيه فهنا لو تلاحظون ظهر معنا خيار إلغاء التنشيط أو الحذف تضغطون عليه وبعد كده تختارون الحساب تضغطون عليه فهنا راح يظهر معاكم خيارين الخيار الأول اللي هو الغاة تنشيط الحساب الخيار الثاني اللي هو حذف الحساب بشكل نهائي فتختارون الخيار الثاني وبعد كده تضغطون على متابعة هنا راح يطلب منكم تحديد سبب حذف الحساب تختارون أي شيء وبعد كده تضغطون متابعة وبعد كده تضغطون مرة ثانية متابعة من هنا يا شباب تنزلون شوي تحت هنا رح تحصلون خيارات إضافية إذا حابين تنزلون معلوماتكم قبل لا تحذفوا الحساب فإذا ما تبقون تنزلون أي معلومات تضغطون على خيار متابعة فهنا يا شباب رح يطلب منكم تسجيل الرمز السري الخاص بالحساب تسجلون الرمز السري فبعد كذا يا شباب بعد ما تسجلون الرمز السري رح يوديكم على الخطوة النهائية وهي حذف الحساب فهنا يا شباب فيه تنبيه بسيط يقول لك أن عندك 30 يوم إذا حاب أنك تسترجع الحساب فقط تسجل دخول عليه ولكن إذا 30 يوم مرت وما دخلت على الحساب ما سجلت دخول عليه رح يتم حذف الحساب بشكل نهائي فبعد كذا يا شباب تضغطون على خيار حذف الحساب فكذا الآن يا شباب تم تسجيل الخروج من حساب الفيسبوك وتم حذف الحساب بشكل نهائي فهذا كان شرح اليوم إذا حابين تعرفون أكثر عن الفيسبوك أو التطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة